قال ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسي فعسى قود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالإكتار شيء وأشاب الهم مراسي قبل أبان المشيء فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد أقبله فاتخذ ذرعين من حزم وصبر سابغ ستذوق المات ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عاثرين منجدلا وكأني بلئي ملاس يا الله هذا البيت ما يقرأ هذا اليوم بعد يا رسول الله وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سقبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برأت ساده النظار والسير الحثيث بينها السجاد في الأصفال مغلول اليد توجه الحسين إلى مكة بقي إلى يوم الثامن يوم التروية الحجاج يقصدون في هذا اليوم إلى آمنا وعرفات وإذا بالحسين يأمر فتيان من بنياش بإركاب النساء تقدم علي الأكبر أركب أمه ليلى تقدم القاسم أركب أمه رملا بقيت إمرأة كانت تمتظر كفيلة من هي هذه المرأة هي أم المصائب زيناء وإذا بأب الفضل العباس قد أقبأ أقبل وهو مبتسم إلي قال أخي يقومي قالت إلى أين قال إلى العراق فإن أخي الحسين أمر بالرحيل إلى العراق أعظم الله وجوركم أحسن الله لكم العزاق آجركم الله هذه القصيدة كلكم تحفظوها ما ريد واحد ساكت بالمجلس ريد نياحا نياحا طيب بها قلب إمامنا صاحب العصر والزمان أولي 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 يومي الذي رعي الشياء أنواعي الشيء الدر جابي المحام للحارة تضمي للحرق كيلفرد واتجحه طبلعد زينب مبتسم عباس راعي المرجل قالي الهياضة واتعلي قومي نروح الكب قالت لخويا ما احملي ياهو الذي يتكب قالي لها عينة تشيب شيري هامريك نواد نتمثل يلا كلكم وياي كل ساعة عباسي ونزل محمل الحوري عاد صدل الحسين وناشد شنهي نزل تكب قالي يا أخويا نزلتي تدريب أخي ما تحملي الذل والهضم فاطمت على العزو العلو يا أب الفاضل ليتك حاضر يوم عاشرة ليتك يا عباسي تحاضر يومي اطلعت منك تستر وجهة شفوفة أين المنادي وزينبه وزينبه تستر وجهة شفوفة والدمع على الخدسة ليتم عيد أم قيد والناقعج فمهزل يا صاحب الزمان اعذرني على قراءة هذا البيت لورادة ناقيت حثا يضره بخواتك حار أين المنادي وحسين آجركم الله أحسن الله لكم العزاء خرج الحسين متوجيا إلى العراق هو إذا بعبد الله بن جعفار يستقبله وهو في الطريق سأله إلى أين يا أبا عبد الله قال إلى العراق فقال له سيدي كيف تترك حجك وتمضي إلى العراق فصاحبي الحسين يا ابن العام إن لي حجا غير هذا أولي 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 في أمان لي شمامة الهادي ومهجته تروح وين تنحج الأكبر وين مقام وكعبته وين حجك وين المناسك وين هديك وين نحا وين زمزم وصفة وين المشاعر وين الحجار تطلع وتترك الكعبة ما أتقل لش العذو راد يتكلم أبو سكنه وهلت دمعته صاحنا غصب علي من رض مكة طلعتي تلومني والخبر عندك يا بن عم بحالتي همتي العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي ترمى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمتك يعرفوني من قبل ما طيع للفاجر يزيد ولا أحق للذل راسي ولا أفر مثل العبيد لو يظل معني بمكة كان ما عيد العيد ردي بن عمي وخلي الدهر يفعل رادتان وهالسنة عيدي وحجي تعيني بأرض لطفور ورده ضح بهالصناديد الذي حولي يقوب هذا جسم مقطعين وذاك مقطوع الجفور هذا ما يحظى بساعة بين عرسة وذبحة لو تشوفش لونه هرول من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأقناع النو بصوب المشرعة وانضرقو مرعدنا نغار النو بصوب المشرعة وانضرقو مرعدنا نغار ونو بوسط المعركة للولد وارفع جثتك وانا بيت الله وظلم في الظبراتي غريج والحجر نحريب عمي ويتامى يلحجي تسمعي الهيح والجسمي تسمعي الهيح والجسمي من الضرب حنى وضجي بين عادي والعدو تدري شديدا واليتام وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر يا فرج الله وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل المناسك يوم عاشور الظهر اقرى هذا البيت اولاه يا الله هذا البيت يحتاج الرخصة والعذن اولا الاذن من سيدتي ومولاة الصديقة الطاهرة حتى اقرى هذا البيت يا فرج الله يلا قلكم تحفظون وياي اولي وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل المناسك يوم عاشور الظهر حقظ المرمع للثارة ويركب على صدري حسين حسين يا حسين حسين يا حسين 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 يا حسين حسين يا حسين المعذرة ما استطيع اقرى هذا البيت هذا اليوم هذا البيت لا يقرأ الا يوم عاشوره حسين وثابل مخرج حرام youtube مينسي للفوق الثرار والبس نخkle mask وابقره مين بالعرار حسين 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 فوق الثراء والبسم خط الدماء وبقى رمية بالعراء يرتفع رأسي على الذهب لزينة بتنظره والقلد وتجذب الحسرات كل ما شافته حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين